خرجت عربات قطار عن القطبان في مدينة طوخ بمحافظة القديوبية وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 97 مواطنا في حادث القطار القاهرة المنصورة بمدينة طوخ بمحافظة القديوبية أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في روقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي قليوب التخصصي وبنها الجامعي وأضف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القديوبية وأكد مجاهد أن دكتور هالا زايد وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القديوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ترجمة نانسي قنقر